طيب وإذا موجود هذا الإله سيبك حتى من الأنبياء أم كتبهم خلق هذا الكون كله يديره يضبطه بمثل هذه الحكمة البالغة لا إله إلا هو يعني ما شاء الله هذا الإله الذي خلق كل هذه الأكوان وقننها ودسترها وفعلا وضح أنها تدار بقوانين صارمة منضبطة خلقك أنت أيها الإنسان الذكي اللي فهم أنه موجود وستدل على وجوده وفهم أنه هو المسؤول عن إيجاد هذه الأكوان كلها وتركك عبثا وخلاك هملا تفعل بدك إياه وتشرع نفسك ماذا تريد بالعكس ووضح أنه بالعقل بمجرد العقل أنه الأرجح بكثير أنه لا يخليك ولا يتركك هملا لم يخلق عبثة ولا يخليك أي هملا فلك لنا حر طبعا هذا نعمل الكبرياء برضو نعمل الاستكبار بده إياه يقول أنا أعلم أنك موجود وأنت محسن عن هذا الوجود لكن بصراحة أنا سيد نفسي أفعل ما أريد أترك ما أريد لا تقول لي حلال وحرام وتشريعات أنا لا أعجب لي استكبار هذا كفر ماذا؟ استكبار وماذا الفرق بين هذا الربوبي الذي في حقيقة فعلا يبدو المستكبر ومن الكافر المعاند هناك فرق ولكن ضعيف في الأخير عمليا هم يصيروا يصيروا في طريق واحد في الأخير لأن المستكبر قال لك الله موجود ومحمد موجود والدين حق ومش حدخول فيه هظل إيه أمشي كما أريد مثل الربوبي وحلل ما أريد وحلل ما أريد أنا حر نفس النتيجة يعني في فرق نحن نظرية بس العملية المستكية تقريبا نفس النتيجة والعياذ بالله أنا أسألوها الهداية أسألوها الهداية هذه المسألة يمكن لأي منكم أن يتابع البحث فيها وسوف يجد يعني أدلة كثيرة تسير في الطريق التي ألمعت إليها القرآن غاص وعلى فكرة هذا الذي يعطيه يعطيه منطق الحكمة والعدل الحكمة والعدل لا تقضي بمجرد إرسال رسول خلص أرسلت رسول انتهى إما أن تتبع فتنجو وإما أن تترك فتهلك لا 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 الله حتى في حق الرسول نفسه قال لازم يكون بلاغ مبين وعلى الله علمه كيف يبشر وكيف ينذر وعلى الله أيضا أشار إليه أن يكون رفيقا وشفوقا ورعوفا قلناها في الدرسة السابقة والخطبة ولكن تفضا غريض القلب لنفضوا من حولك يتحدث عن الصحابة ليس أنا أقول لها بوجاء عن الصحابة أنفسهم فكلام أنا لم أجبته من عندي أنا من أين يجيب هذه الخطبة كلها يا عدنان لازم بلاغ مبين وبحسب كل شخص وأن يكون مع رفق ومع ليان ومع تحبب طبعا طبعا هو هذا فقول له قولا لينا لفرعون والدعي الإلهية والتربب لعله الله يتذكره الله حريص لأيه الأهو إذا أنت مش حريص طبعا في ناس عند شرح عند طرح معين تشعر من ورائه أنهم فعلا غير حريصين وقالك هو هذا الحق اللي ما بدي يأخذ إن شاء الله يكون تسعيف ربيع في البشرية عجهنة وبئس المصير وكذا يعمل هو هذه القسوة تعكسه كأني لكن لا تعكس رحمة الرحمن الرحيم الله خليك ما تفهم لهم هذا الدين وهذا الشرع مثل هذا الفهم للدين لا أقبله لا أرتاح إليه أشعر أنه جناية على صورة الله المعتقدية أنتم تجنون على صورة الله المعتقدية ونتيجة هذه الجناية لن تكون البتة في صالح الدين ستكون في صالح كل شيء عكس الدين وضد الدين من إلحاد من ربوبية من شكوكية من ضياع من كل شيء انتبه والحمد لله حاولنا أن ندلل بأشياء كثيرة على هذا الموضوع ولو لم يكن إلا إلا موضوع أن الرحمة والرحمانية تتكرر في رأس كل صورة افتح مصحفك الكريم باستثناء سورة التوبة لا إله إلا الله أنت عندك القرآن مئة و أربع عشرة مرة بسم الله الرحمن الرحيم مئة و ترابطعش في رؤوس السور وواحد في النمل إنه من سليمانا وإنه بسم الله الرحيم كأن ربنا حريص علينا على عدد السور لا إله إلا الله سقطت في رأس التوبة جاءت في وسط النمل هذا أعظم دلالة ومش ستكلمك في موضوع الرحمة هذا موضوع معروف فلحث آخر كل شيء بالرحمة إيجاد الكون بالرحمة تدبير الكون بالرحمة بعث الناس وإنشارهم يوم القيامة بالرحمة كل شيء بالرحمة فطبعا أنا عندي عذري أن أستوسع رحمة الله قالك تبالغ ما أبالغ ولا تستطيع أن تبالغ أصلا صدقني مهما حاولت أن تبالغ أنت لن تستطيع أن تبلغ شيئا من مدى ساعة رحمة الله لا إله إلا هو وكل ما تفهمه من الرحمة أنت تفهمه في حدود ما سمعت به ومن تهى إليك علمه وفي حدود ما تستشعره أنت من مشاعر وعواطف الرحمة صحيح وهذا كل الرحمة الكونية هذي كما قلنا جزء من مئة رحمة وتسعة وتسعون رحمة مدخرة ليرحم الله بها الخلائق يوم القيامة بالله عليك تظن أنه الله ادخل تسعة وتسعون رحمة فقط ليرحم المسلمين المؤمنين أدبع محمد طبعا ليرحمهم لكن ليس لحالهم لا 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 لأن المسلمين بصراحة بشكل عام الحمد لله موحدون أدباع النبي مصدقون بكلام الله وهم في الجملة طيّعون طيّبون إن شاء الله عندهم يدولون طبعا هم بشر فربما هذون يكونوا أقل حاجة إلى رحمة الله من غيرهم ممن ضل وتاه وضاع واحتقى بالآثام الكبيرة والصغيرة ذاك المسكين وفي العقل سبحان الله في العقل يحسن العفو والمغفرة العفو عن والمغفرة ل ورحمة من عظم ذنبه وتناهى جرمه في العقل وقرر هذا معتزة البصرة أسبين كوسين ليس معتزة بغداد انتبهوا معتزة بغداد عندهم العفو عن المجرم والمشرك المشرك بالذات سيء قبيح معتزة البصرة كأهل السنة كالأشاعرة الأشاعرة والمعتزة للبصريين قال البصريين عفوا قالوا العفو عن الشرك في العقل عن واحد مشرك حسن عقلا والعجيب أن الزمخشي لأنه في خط البصريين هنا قال آه وبالعكس كل ما يتناهى أي الذنب يكون أعظم يكون العفو عنه أحسن رحمة الله علي في ناس اليوم المسلمين مش فاهمين هذا الأصل العقلي على فكرة قبل أن أمضي كلمة الجاه هذا العنبري وثمامة والجمعة هذولا أيضا سادتنا وعلماءنا من الأشاعرة قرروا كلهم بلا نكير في رأس من غزالي أيضا والفخر الرازي وأبو الحسن الآمدي كلهم قالوا قالوا هذا الذي ذكره الجاحظ والعنبري وغيرهما خاصة الجاحظ أنه أي كافر مش معاند مش جاحد يرجى له العفو يعني بالجهل جاهل لم يحصل له العلم الحقيقي اليقيني بحقية الدين بحقية الدين يرجى له العفو قالوا هذا الذي قاله الجاحظ حسنون في العقل والله قالوا هذا كلهم قاله الغزالي في المستصفة وقاله الآمدي في أبكار الأفكار وقاله أيضا في الإحكام وقاله الفخر في الكتابين النهاية والمحصول ما شاء الله طيب حلو